نظمت شركة انطلاق مؤتمراً صحفياً لإعلان تقرير الأداء النصف السنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصرية للنصف الأول من عام 2024 وأكد المشاركون خلال المؤتمر أن ريادة الأعمال تعتبر من محركات الاقتصاد الوطنية لأنها تدخل في جميع قطاعات الدولة من صحة وتعليم وصناعة وتكنولوجيا وتسهم بشكل آخر في توفير فرص العمل للشباب في مجالات عدة صرنا أكثر من يمكن عشر سنين اتناعشرة سنة منشوف يعني في تغيير كبير بالريادين بالأعمال بمصر وعم نشوف هلأ آخر سنتين ثلاثة بعد الكوفيد نشوف كتير انوفيشن عم تشي على البلد وعم تطلع من الشباب المصريين اللي عم بشتغلوا على المشاريع تابعونهم جاء السامنة المشاريعات مهتمة بقطاع ريادة الأعمال من 2015 نحن بدأت من 2015 نهتم بهذا القطاع وكان ممكن لنا دور بدر شوية بالتعاون مع البنك الدولي في الجوزية دي كلها نحن اعرفين اهمية القطاع ده فبتدينا من 2015 نشوف ايه احتاجات السوق وبتدينا نعمل اطلقنا المرحلة التجربية من برنامج الفي سي بتاع جاسة متر مرشعاط وبعد كده قلقينا ان دور الشركات النشأة ورد عمال مهم جدا في تطوير الاقتصاد المصري فبتدينا نكبر البرنامج بتاعنا وبالتالي ابتدينا نطلق المرحلة الاولية بالبرنامج كان في بداية واحد وعشرين وحاليا احنا في موفودة مع البنك الدولي لجاز باستثمارات اخرى لاسواق المرحلة التانية من برنامج نطلق نسخة تانية مريد تقرير نصف سنويا خاص بيادة الاعمال في مصر وده بنطلقه من خلال ان احنا بنسلط الضوء على الحقارك الموجودة في قطاع ايادة اعمال من ناحية اول حاجة السوق المصري باركامه التعليم التالنت الموجود في مصر عمل ازاي الاقتصاد مكونات الاقتصاد وتأثير الاقتصاد ده ازاي على ايادة الاعمال في مصر وفي نفس الوقت عندنا جزء كمان استطلع رأي بيتم اطلاقه مع كل شركات قطاع ايادة اعمال على كل الشركات النشأة والمستثمرين وكل قطاع الخاص ده بيصب في الاخر في زي ما بنقول كده بيطلقها لقطاع ايادة اعمال في مصر هي اهم حاجة في مصر ريادة الاعمال حاليا في الوقت الحالي واحنا بالذات كماجنت احنا بنسابورت ريادة الاعمال في مصر عندنا ايمان ان الشباب الصغير او الستارتابس هي المستقبل بتاع الاقتصاد في مصر وكمان عشان بنساعد هؤلاء الشباب